ازايكو يا ابطال تلت عدادي عاونين ايه يا وحوش كل السلام طيبين يا رب تكونوا بخير النهاردة بنكمل مع بعض طبعا في نصوص الاستماع والقراءة الدرس الاول والتاني وصلى على الحبيب عليه السلام والسلام وضغط لايك لو انت لسه متغطش لايك فعل زر الجرع عشان وصلك كل جديد كل ده بيساعدنا ان المحتوى بتاعنا يبدأ يتنشر وتبدأ الناس تعرفوا يلا بينا نكمل مع بعض نص الاستماع الوحدة السبعة تلت عدادي يلا بينا بطل اول حاجة بيكلم عن reading و listening اول حاجة نص الاستماع listening هوت عندنا خمس صور اول صورة هنا بيتكلم عنها بيقول لي ايه اول صورة بيقول لي بقى orangutans اللي هي انسان الغاب بتاخد بالك بيتكلم بقى بيقول انسان الغاب ده leave in rain forces بيقول لك الانواع بتاعت انسان الغاب دي بتعيش في الغابات المطيرة and spendو بتقضي nearly تعريبا their interior lives يعني حياتها بالكامل تعريبا بتقضي حياتها بالكامل ايه بقى entries في الاشجار تاني صورة معانا هنا عندنا اللي هي السلحفة بتاعت البحر اللي هي اسمها sea turtles سلاحة في البحر دي بقى really معناها نادرا leave the ocean نادرا لما بتسيب المحيط امتى بقى بتسيبها بقى except باستثناء طبعا to lay x باستثناء طبعا هي بتحط البيت بتاعها براه وتبتكمل حياتها في المحيط عادي خالص in the sand في الرام تالت صورة عندنا عندنا البولار بير اللي هو الدب القطبي بقى the polar bear الدب القطبي is the one of the fused animals واحدة من الحيوانات القليلة توقفوا بلا جماعة few معناها قليل ولتل معناها قليل بس فيو يا جماعة بيجي بعدها اسم جامع اما little بيجي ورا اسم لا يعد خطبا لك بالحوظة دي او مهم على فكرة وكانت عندنا التلم الأولاني نكمل كلامنا بتعيش واحدة من الحيوانات القليلة اللي بتعيش طبعا ذات كان بتعيش في leave in polar habitant في البيئات او البيئة القطبية تالت اه ربع صورة عفوا الكراكلز الكراكلز يا جماعة اللي هي الوشق المصري او القط الكاريكل واخد بلك بيعيش بقى فين او بتعيش فين القطط دي in grasslands في اللي هي الاراضي اللي في عشبية يعني بيجوز علشان they like to hide بيحب ان هما يختفوا in the long grass في الاعشاب الطويلة طبعا عشان استطيعوا فريسيتهم بقى وهكذا رقم خمسة عندنا الصورة الخمسة دي دي صورة الايه بقى الضفاع ده نكلم على الضفدع اهو are wheat land animals يكون حيوانات بقى كده مبلقة او مبتلة يكون فيها دايما تكون فيها مية كده تاخد بلاك حتى لو جد مسكت مسلا اه ضفدع ولا حاجة بتلاقي الظاهره كده يعني اه مبلول كده نازم كده يكون مبلول انه يكونش جاف that are able بتسمح لها to leave بيعيش on land في الارض as well as بالاضافة الى in water في المية لان بتسمح له يعني الضفادع بتعيش في المية وفي نفس الوقت بتعيش في الارض ده اللي كان موجود عندي في النص الاستماعي الاولاين ننتقل للصفحة اللي بعديه وبيكامل معانا في نص الاستماعي بيقولك there are many different habitants around the world بيقولك في بيئات مختلفة حوالين العالم كله هيذكر بقى البيئات ده ايه بيقولك coastal habitants بيقولك البيئات السحلية مالها بقى are along the coast بتكون بطول السحل يعني البيئات السحلية موجودة بطول السحل of the sea بتاع البحر some animals بعض الحيوانات that leave اللي بتعيش in the sea في البحر بيذكر لنا مثال بقى عندنا في حيوانات بتعيش في البحر زي ايه بقى such as مثل ايه بقى the sea turtle اللي هي سلحفة البحر will visit land for egg laying بيقولك دي بقى سلحفة البحر دي بتزور الأرض ده علشان تحط البيت بتاعه وبعد كده بينتخل معانا بقولك grasslands يعني ايه بقى اللي هي الأراضي اللي فيها عشبة أو الأراضي العشبية are you truly founded بيقولك بيتم إيجادها أو بتكون موجودة فين بقى in the center of large areas of land بتكون في مركز أو في منتصف يعني المناطق الكبيرة بتاعه ايه أو الأراضي الكبيرة بتكون في نصها طبعا علشان هي بتكون بتوجد في المنتصف يعني between ما بين موينتينز الجبال and desert بتكون ما بين الجبل وما بين الايه الصحراء يعني ما بين الجبال وبين الصحراء بيقولك يبقى this is natural habitat بيقولك دي حاجة بيئة طبيعية of animals بتكون بيئة طبيعية للحيوانات such as مثل caricals carical الجماعة اللي هو معناه الوشق المصري أو قط which like to hide in long grass بيحيب بقى يختفي بقى في المناطق اللي شبه دي اللي هي المناطق العشبية أو الأراضي العشبية بقى بتكون فيها الأعشاب طويلة بقى زي السافنة والحاجات الجميلة دي بتكون طويلة بقى وبيستخبى بقى فيها بقى grasslands are found اللي هي الأراضي أو البيئة العشبية دي أو الأراضي العشبية are found بيتم إيجادة أو بتكون موجودة all over the world حولين العالم كله بعد كده بيقول ايه warm with habitants بيقول لي في بقى بيئات دافئة يعني دافئة with معناها مبتلة يعني فيها بلل يعني that gets the most rain بتكون بتحصل على معظم الأمطار are cold بيتم تسميتها ايه بقى rain forest معناها الغابات المطيرة تمام دي بقى بتكون بيئات مبتلة ودافئة trees الأشجار grow very tall here here يعني في الأشجار بقى هناك بتكون طويلة جدا تمام so لذلك that that they can get sunlight ان هو بيقدروا او بتكون بيحصلوا عليها على ضوء الشمس يعني sunlight معناها ضوء الشمس more than half of the world's animal live in the rainforest بقولك أكتر من نص الحيوانات اللي عايشة في الغابات اللي هي المطيرة دي including بما فيهم ايه بقى the orangtan orangtan اللي هو إنسان الغاب بعد كده بينتقل اللي عندنا حاجة اسمها wetland is the place بيقولك المنطقة بقى او الارض المبتلة يعني او المنطقة المبتلة بتقولك بيكون مكان where the land حيسمى الارض او المنطقة يعني is often covered by water بتكون متغطية بالمية for example على سامل المثال ايه بقى nile delta اللي هو دلتا النيل واخد بالك بتكون متغطية بالمية اغلب الوقت wetland animals بتقولك وعندنا حيوانات بقى واخد بالك بتكون برضه مابلولة زي الارض اللي موجودة فيها كده زي مين بقى زي frogs are able بتكون ادرة to find ان هي تلاقي عفواً ان هي تعيش على الارض بالاضافة as بالاضافة ان هي بتعيش في المية the top and the bottom of the earth قمة وقاع الارض are covered بتكون متغطية بيه الايس بالتلج يعني هو قب زي قب الشمالي وقب الجنوب اللي هي فوق وتحت يعني these areas المناطق دي are known بتكون معروفة as polar habitants بتكون معروفة بالبيئات القبية the polar bear اللي هو الدب القطبي is the one of the few animals واحدة من الحيوانات القليلة that can leave بتقدر تعيش in cold temperatures بتعيش في الدرجة الحرارة العالية دي او المنخفضة عفواً المنخفضة يعني there هناك بعد كده ننتقل على نص اسطماع آخر عندنا محادثة ما بين راندا ونهال فراندا بتقولها ايه بقى بتكلم نهال بتقولها ايه المكان اللي تعتقد يعني ايه رأيك فيه اللي تحط في اللستة او القيمة في العجائب الطبيعية بتاعت مصر يعني فاني هالفكرت تقولها I would choose على ساره انا هاخطار وادي الوشواشي واخد البهاانان هاخطار الوادي بتاع الوشواشى ده طوغة اخد بالا فقائط لها وادي الوشواشي ما له ده الوادي ده Oldismad ده فين المكان ده طولها it's on the way to Thorisinae هو في جنوب سيناء Just ده 15 كيلو متر 15 كيلو متر away from نويبع يعني بعيد بس عن نويبع بخمستاشر كيلومتر It's in the mountains of South Sinai بتقولك دي على الجبال بتاعت أو على الجبال بتاعت ساو السيناء اللي هو جنوب سيناء فهنا عندنا بتقولها I see تمام That's a long way away بعيد أوي What kind of place is it يعني ايه نوع المكان ده يعني عايزة تقولها يعني تقصد ان هو يعني غريب في ايه أو عجيب في ايه بيقولها يبقى There are areas بتكون في مناطق هناك of water بتكون مناطق هناك من المية اسمها يبقى cold springs يعني يا نبيع يعني يقولك هناك في مناطق في الوادي ده اسمها يا نبيع they make small lakes high in the mountains بيقولك دي بتعمل small lakes يعني بحيرات صغيرة high آآ عالية في الجبال they are know it بتكون معروفة as the green springs بتكون معروفة باليانبيع الخضر راندا بتقول لها I have never heard ده أنا ما سمعتش على amazing place مكان زي ده can you swim there ممكن تقومي هناك قلت لها اوو ييس اوكي اه طبعا راندا it's a wonder place ده مكان كويس جدا for swimming لي السباح اوو ده حاجة شبه كده يا جماعة هو ده في الصورة هنا ده فبتكامل تقول لها it's almost it's almost visited by local between يعني بيزوروها البدو اللي هم المحليين هناك who leave بيعيشوا قريب منها in fact في الحقيقة وادي الوشواشي ده is looked after by them بيتم الاعتناء بواسطة يعني هم اللي بيعتنوا بيه اللي هو البدو اللي عايشين هناك تقول لها you can ask ممكن تطلبي من local tour guidance من المرشدين المحليين المرشدين بقى اللي بتوعي السياح وكده to take you انو ما ياخدوك there هناك on a day trip في رحلة كده يوم كده otherwise وإلا it is really difficult to get to يلا صعب عليك انك توصل ولو لازمان واحد مرشد معاك سياحي او حاجي يوجهك يقولك تروحي فين وتجي منين كده but i think انا اعتقد that's why لهذا سبب that's such a special place لهذا سبب طبعا اعتقد انه هو مكان خاص او مكان فريد يعني او مكان يعني نادر يعني عشان كده اعتبر من العجائب يعني يبدأ اتنشر ويبدأ اتعرف وطبعا كل ده في مصطحتك ومصطحت زمائلك وادل على الخير كفاعله يلا بنا نكمل مع بعض يا ابطاء يتكلم بقى معانا هنا على national wonders of ايجيبت عجائب مصر يعني مناطق عجيبة في مصر ايجيبت مصر بيتم زيارتها با اكتر من 14 مليون توريشتر من اكتر من 14 مليون سايح كل سنة وي ها ميد الست احنا عندنا قايمة of natural wonders من العجائب بتاعت مصر that we think ان نعتقد ان الفيزدورز اللي هما الزوار شود نو يعرفو حوالي ينبغي ان يعرفو يعني الحاجات دي كلها اللي هما الزوار او السياح يعني لازم يعرفو على القايمة دي خش بقى طبعا دي السملك القايمة هو where معناها اين يعني هيقولك المكان ده فين وبعد كده وط ماذا المكان ده وبعد كده بقولك ويت سواندر لماذا هذا المكان طبعا عجيب يعني او غريب يعني اول مكان بتبدأ على الجانب الغربي بتاع نهر النيل وبتستمر حتى ليبيا طبعا ماذا بقى عنها بقى بيقولك ايه بقى اللي فيها بقى بتحتوي على خمس واحد اللي هي فيها صخور اللي هي بتخليها بقى يعني الصخور دي او عفوا الرياح خلت الصخور دي عندها معناها اشكال غريبة طبعا اللي والله دي عجيبة من العجيب والك بقى الالوان بتتغير في اوقات مختلفة بتاع النهار بتخليها بيوتيفول بتقول انها بتخليها جميلة جدا انت تبص عليه فهي طبعا هي مشهورة بالموضوع ده اللي هي المحميد الصحراء البيضاء طبعا مشهورة بالحتة دي قوي بعد كده عندي ايه بقى اللي هي بحيرة النيزك حتى اسمها غريب يقولك فين بقى اللي هي البحيرة دي is a three hour drive ثلاث ساعات سواقة from حرجادة من الغرداء the lake is cold البحيرة دي بتسمى ايه بقى the shooting star بتسمى الشهب با locals ب السكان المحليين يعني because علشان it's believed انهم بيعتقدوا نزاة a piece of star ان في قطعة من النجوم اللي هي الميتورايت يا جماعة اللي هو زي نيزك كده fill into it يعني بيسمينا بحيرة النيزك عشان فكرين في نيزك وقع فيها يعني وكده مؤتقدين في نيزك فعمل لها كده فبخلي على شكل بحير بحيرة البحيرة البحيرة اللي هي بتكون من البحر الأحمر يعني فسبحان الله يعني فعشان كده يعني شكلها عجيب يعني طيب white swander اللي بيبقى اسمها ليه هي عفوا انت اعتبر عجيبة يعني بيقولك it's described بتكون موصوفة by visitors من الزوار ازا وان واحدة من the best place افضل الاماكن to dive and swim واحدة من افضل الاماكن انت تقدر تعوم وتزبح فيها او تختص فيها بعد كده عندي جابل العلم بيقولي يبقى this is the national park بتكون حديقة كده قومية it's surrounded بتكون محاطة by grasslands بتكون محاطة بيئة عشبية او منطقة عشبية between ما بين the red sea coast اللي هو ساحل البحر الاحمر and the mountains والجبال ده جابل العلبة موجود هناك بيقولي بقى this national park اللي هي الحديقة طبعا القومية دي takes بتاخد its name بتاخد اسمها from او متاخد اسمها from the mountain من الجبل in the middle of it في الجمل اللي هو موجود في منتصف اسمه جابل العلبة فتاخد بقى الاسم منها واي بقى اللي بقى اسمها بقى ليه عفوا عجيبة بتقولك it's unusually green and home بتقولك دي غير طبيعي ان هي تكون green خضرة and home to many animals ومأوى لكتير جدا من الحيوانات and birds وطيور however لكن as it's not easy مش سهل جدا انك توصل it isn't visited ما بتتزارش غالبا it's located it's location الموقع بتاحها او مكانها should help to protect the wild life there موقع بتاحها او مكانها هناك بقى بيساعد ان تحمي الحياة البرية هناك في جابل العلبة دا عشان كده هي عجيبة من العجيب يعني بعد كده لانتقل لاخر حاجة عندي هي ويه بقى الخارجة ويسز معناها واحد الخارجة is surrounded بتكون محاطة by the desert من السحراء واخد بالك far from بتكون بعيدة عن the river nile نهر النيل it is visited بيتم زيارتها by more لاكتر من more tourists من السياح كتير جدا every year كل سنة بيلي hundreds of date palm trees بيولك مئات عفوا من أشجار النخيل are growing here بيينمو هناك the dates النخل هناك are sold أو البلح يعني بيتم بيعته in many shops في محلات كتير جدا في المنطقة you can also ممكن أيضا fill your bags بيولي البلح أو التمر are sold بيتباع in many shops في كتير جدا من المحلات in the area في المنطقة you can also fill your bags with baskets and basket and the and the basket the basket and the furniture and the that are made اللي هو بتكون مصنوعة طبعا من من The Dead Balm Trees من أشجار النخيل طبعا الجريدة بتاعت النخل هناك ممكن يعملوا منها حاجات كتيرة جدا The خارجة ويسز يعني واحدة الخارجة is the one of the Egypt's natural wonders يعني واحدة من العجيب موجودة في مصر بس كده دي النصوص الاستماع ونصوص القراءة واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي يا أبطال التالت اعدادي وصلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام وتغط لايك لو انت لسه ما تغطش لايك وفعل زر الجرس علشان كل ده بيساعدنا ان احنا المحتوى بتاعنا يبدأ يتنشر ويبدأ الناس تعرفه وطبعا اتدلع الخير كفاعله واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي يا أبطال التالت اعدادي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته